بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة بكم معنا في برنامجكم قولاتي في اول حلقة ديالو في الموسم الجديد اللي كانت منه انه يكون موسم متمر حامل للمعنى وللمعرفة وللعمق ايضا في رسائل تكون بشكل بسيط كان اختاروا ما بين فينا والاخرى ضيوف ماشي بدرورة يكونوا لامعين ومعروفين ومسلطة على من اضواء ولكن بالضرورة انهم يكونوا عندهم رسائل قيمة وعميقة يقدموها للمشاهد الكريم ضيفة ديالنا ضيفة متميزة ومكيش منها جوج في المغرب هي اول صحفية في المغرب يصدرت لها مجلنا شروق عام 1965 اول عضو في اتحاد كتاب المغرب اول كاتبة مغربية اصدرت اعمال كاملة اول مغربية وعربية تحصل على الجائزة الادبية العربية وكان القدرها مالي وتبرعت بهذا القدر المالي لبيت مال القدس اول مغربية وعربية انجزت عنها شهادات في الدكتورة عن اعمالها في الهند اول مغربية تساهم في البحث الزراعي من خلال مشروع شعير خناتا كين واحد شعير موجود مسمى بها اه نالت الثلاثة الاوسمة ملكية والمغربية الوحيدة التي ساهمت في اصلاح مسجد لينينجراد في روسيا اه اللي اضافة الى اليابان امريكا اللاتينيا جمعة من البلدان بسماتها وعلى رأسها الوطن ديالها ثم فلسطين في غزة والقدس والسيدة خناتا بن نونا اشياء كثيرة مرحبا بك معنا في برنامجك كيف والآتي مرحبا اهلين وسهلين من اغلال مدوم تاريخ الوذادة فاس الدربدة الهروب من من الزواج المراتين من مصط العرس المدوم بمعنى الحداث الحالي في الشرق الوسط هي اللي كتصدر الاهتمام العالمي من غزة وعندك علاقة حب وعشق القدس والفلسطين والغزة ومن بالاسباب لدفعاتك باش تعتنقي هذه الهوى وهذه الهوى للحب هو انك في سن عشر سنين وقعت العين ديالك على كتاب اسمه فروتوكول حكاماء الصيون فروتوكولات حكاماء الصيون تتكلمين على هذه الصدفة وعلى هذه التأثير اللي خلاها يتكولا بالدلاء على اي حال اولا هذا امر الله ثانيا هي الجينات ايضا تحكمك انا من اسرتي ساهمت في تأسيس الحركة الوطنية بالمغرب تشكل وعي منذ الطفولة على الاحداث التي عانتها الاسرة من الحكامي من اعدامات وبالسيزي اي بمصادرة كل الاملاك بحيث يعني كانت الاسرة كلها في السجون حتى الاطفال ايضا طفولتي عواض ان اسمع حكايات وخرافات بسيطة كنت اسمع الحكايات البطولية بل اكثر من ذلك خالي الذي كان يسمى بمثابة الجنران للجناح العسكري لحركة الوطنية والذي كان محكوم بالاعدام ومصادرة كل الاملاكي مع انه كان من اكبر الاغنياء بفات اي الوحيد الذي كان سيشتري اول مضبرة عصرية في المغرب كلها انفقها في احداث 1440 نتكلموا عليكم ونتكلموا على الدروف الوقات العين ديرك على الكتاب ديال على اي حال اولا يعني الجينات لانه لنا جد بيننا وبين وخمسة قرون كان يجاهد ايضا في الاندلوس وظلنا الى الان قمره وضريحه وقبته تطنل على جنوب اوروبا وايسبانيا فانت في قبته وفي ضريحه وفي اسعني ضريحه في الليل ترى السيارات والدفة الاخرى بالبحر الابيض المتوسط والاعميدة ديال بطوء اذا هناك يعني جينات تشكلك زيد على ذلك بالصدفة اعطوه على بروتوكولات بني صغير كيفوش تم قسم الكتاب وش سلموا لك شواهد وديك ساعة ما كانوش عرفينه الناس؟ على اي حال هي كانت واحد العادة في قريبا من مسيط القروين بيفيس هناك تبع الكتب القديمة تسميها سبترين سبترين كم ضل ان احد الاخوان من الاسرة من الاسرة ابناء احد ابناء خالي او غيرهم كان يريد ان يشتري بعض الكتب او يبيعه وكنت انا معه وامسك بهذا الكتاب وانا قرأته فشدني العنوان شدني العنوان فشتراه لي انا اي حال ما قرأته في ذلك الكتاب ينداله الجبيه هو الذي ينفذ الان في فلسطين وفي غلسة وفي الامة العربية من الصهيونية العالمية والصهيونية الصهيونية امريكا وشنو تفاصيل ذلك الكتاب في المحاور ذي له هو انه باستيصار باستيصار هو انه حاسي ان يكون دينا ان يكون دين النبي موسى عليه السلام انه اذا فعلت خيرا في مسلمين او في انسان لكن في درجة الاولى في مسلم فانك اسم واذا فعلت شرا لك اجر عرص الديانات كلها ولست ادري كيف ضاع مني هذا الكتاب بعد سنوات والان تسألوا بالسمرار اين اجدوه فقيل لي مؤخرا حوالي شهرين من طرف احد الصحفيات احد الصحفيات انه ظهر ايضا لانه كان يجمع من طرف الصهيونية العالمية ويحرق لكن الآن غيروه ولمعوه ذمتي والان قيل لي انه ظهر في اوروبا والله اعلم وبين الفقرات الموجودة ليس فقط انه لا تعمل الخير في انسان كن مختط هناك مختط انهم عندهم عندهم مختط لحكم العالم ولقاري الانسان ولستيطرة على الانسان للانتقام من تاريخهم من عهد نبو خند ناصر من عهد الاجراء الاولى بابل حضارة بابل حضارة بابل وصلته ولكن القوة الكريمة قول وان عدتم عودنا وان عدتم لاشراء لشركم المطلق لا شر هتلر ولا اي مجرر في العالم لم يأتي بهذه الزرائم التي تقوم بها اسرائيل الكبرى امريكا واسرائيل الصغع دمو السيدة فلاتة ابن نونا انتي تولتيم في الاسرة غنية جدا كما تقولوا تولتي في ملعاقها بندهب في الفم ديالك والتروة اللي اللي خلالك الأجداد ديالك كلها يعني بحلها ما كانش عزيزة عليك كنتي كتس عطيه بيدوني حدود اللي خلالك اللي خلالك والفلسطين والغزة والقدس أكثر ما يمكن تكون اللي خلالك للمغرب الوطن ديالك لا الوطن الوطن في قلبي يسكونه مكانوه في قلب قلبي يعني الوطن بعد روف فلسطين لكن فلسطين مهددة والمغربة أيضا مهددة ولا أدل على ذلك من الهجوم ديال الجزائر ليس البوليزاريو الأخير بسمارة بسمارة كنت أحلم داخل هذا الأصوار هذا بأنه لربما الجزائر بناءا على ما تعانيه الشعب العربي والأمة الإسلامية يعني من طريان الصهيونية الأميريتي الصهيونية 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 أنها ستودوا اليد إلى المغرب معتدرة عما فعلته بنا وما صنعته من البوليزاريو وغير البوليزاريو لكن للأسا 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 من الضغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ولقد جعلتهم يندمون حينما استعوني إلى الجزائر جعلتهم يندمون ومسحت أرض بهم في عقيداري ماذا حصل ماذا حصل ماذا في ستاعتهم يفعلوني إذا قتلوا إن قتلت أو اختطفت كما قلتها لوزير الداخلية أنا سابقا للرئيس البصري وقلت عن الصهايين والأمريكيين والجنسة في الجزيرة وأنا أسبه رئيس الحكومة رئيس أمريكا ممتل إن قتلت أو اختطفت فأنا شريدة عند الله وطلع عند الشعب ما بحاربها دنيا وأخيرة هذه الشجعة من آن أسد قلت لك أولا من الهينات من التاريخ الذي أحمله في هذه الهينات ثانيا من بطن والدتي المرأة الوحيدة في المقرب التي تنازلت عن أراضيها من أجل أن يحمل أهلها أن يحمل أهلها يعني السلاح ضد الاستعمار الفرنسي وأول رصاصة أطلقت في الغريف لأول مرة من جيش تحريب كانت لأرضي والدتي وأخواها وأخواها اثنان فما ماتت كتب عنها أنها أعطت ما يمكن أن تشتري به آنذاك نصف دار بيضاء وما أخذت فعنكا فكيف تراني أنا بكل ما أملك لا شيء بجانبها أمتي وهي محتضرة 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 أو مفتضرة محتضرة محتضرة يعني حينما تستيقظوا من غفوة المرض تطلبوا من مين إشعالي التلفاز كان عندها أمامها يعني واحد المريض فيه واحد تلفاز وفيه بعض الأشياء أسألها لماذا يا والدتي تقول إليها لأسمع وأعرف ماذا يفعل في هذا الوطن فإذا لم يعد هناك رجال فأخذوني أنا لأقول أنا هذا جيد على ذلك سيد الأول من هذه الوطنة التي تزرع في البيت تدرك من الأب والأم والأجداد تتحول إلى كارم والسخاء ونضال بالمال بالمال والقلم والكتابة بالمال على أغربية نتكلم على هذا لأن هذا مشروع مشاريع قدمتي مشاريع لدعم الإعمار في فلسطين بتمويل كريم من الأديبة والشاعرات ونتاب النونة وتنفذها وتم الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وهذه المشاريع التي هي العربية الدولية لإعمار في فلسطين الأشياء التي قدمتها أنا أرى مثلا تنطب من السن المخرج سي وليد كي يقدم صور كيف قدمتها في هذه العائقة هذه الإعمار في فلسطين كيف ساعمتها؟ بكل يوم أمليكس قريبا بنيتي مدراسة بنيتي مدراسة في غزة بنيتي مدراسة في غزة بنيتي مدراسة في غزة لما يعني حفهم لهم الدور وشريت لهم الكارابانات لما تمكنت أيضا صلحت لهم البويوت الدور وحينما كنت أسمع السيدة ربة البيت يعطوني صورتها صورة البيت كيف كانت كيف أصوحت والرايا المغربية محفورة أخلي الصور من بعد والرايا المغربية محفورة في الجدار والسيدات تدعو لي أبكين شكرا لله أنني فعلت هذا ودائما شيء يعني وحدة لوالدي وحدة لوالدتي وحدة لوالدتي وحدة لوالدي شريت اليوم على الدياليس عن طريق بيت مالقطس سرعلي المرحوم الدكتور العلوي المضغري الذي حينما ذهبت لأدفع له الثمان صار بشرط أن تشترى من ألمانيا ثلاث تشترى من الصين نوع ممتاز وكذلك وصلت وحصلت على التوصيل في وصولها إلى غزة نتيب وبعد ذلك يعني مشاريع متعددة أنا أستحضرها كلها وأخيرا زرعت الزيتون في القدس وفي غزة ولكن خاضية الآلة دياليس شريت أيضا يعني واحدة في جراذة واحدة في فيس وطبعا ساهمت في حسن نعم 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 علاقة مع الصحافة الغربية لم تكن صحية لم تكن مزيدة لأنهم هم يريدون يريدون أن يسمعوا رأيهم ولا يريدون منك أن تكون صاحب عقل أو صاحب فكر أو صاحب ليسهم هو صاحب رأي حر أمدين لا أمدين أستحضر تسأل بي المرحوم حمد الضبار صحيبي رحمة الله عليه وما أدراكم من أول حمد الضبار صحيبي قال لي هنا هنا صحفي من أميتا جاء خصيصا لك قلت له لماذا خصصا لي لأن واحد يعني لوحد كاتب في هذا البلد قال لي لأنك فتح فامك أكثر من اللازم ضد أمريكا قد مو بيسترم أرجوك وأسرع لي به هذا نلتقي هذا في العاشرة مد يده ومدت يدي للسلام قلت له مرحبا بمن جاءني من إسرائيل الكبرى التي تحكمها إسرائيل الصغرى أحسن ما تعمل إسرائيل الكبرى في نفسها تحرر قرارها السياسي والقفصاد والاجتماعي من إسرائيل الصغرى قبل أنها تدخل في كل أرزاقنا في تاريخنا في حضارتنا في هويتنا في ألف أصفات وأخذنا أمريكا الآن أيضا الحديد للجبيلات يعني سلمته الجزائر للصين في فأن المغرب يعني ما عنده رجال ما عنده ناس ما عنده أبطال على أن المغرب يمتجوا كما قال يعني عن ذلك كما بلغني الجنرالدو قول قال المغاربة رجالي لأن المغاربة أسود المغاربة أسود والجزائريين رجالي والثون سنين بعد أعثر يومنا أقول لا تحضر ما لنتي يمسي هذا ما قال لسني رضي أنا مع أنني يعني أحب ذلك الشعب ولا أحب السلطة نعم بالنسبة من الصحافة الفرنسية وجريدة لوموند على أي حال جلسنا بالنسبة قال لي تحاربين أمريكا 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 قال لي تحاربين بالقلم قلت له والله لما لكتنا بطلب نحركتكم به ما كتبتك كتبتك بماذا تحاربين بالقلم لا على طول على طول لأننا دائما نتكلم مع إسرائيل القبرى ما الآن هل إسرائيل الصغرى هل السريونية الصغرى هل نتيجة تحاربوا في غزة أم المالجة الأمريكية وجيش الأمريكي والذين يحارب يحميك لا يحميك يحارب كيف ساهم المساهمة نحن نحن لها بدرجة أننا أولادا ولكن ما وقع في السابع من أكتوبر ربما خدا واحد الشكل المنعطف مفترق جديد في القضية الفلسطينية وش ممكن لنا نقوله من طرف الغد من طرف الغد الجهاد هل يمكننا نقوله القضية الفلسطينية تبع تارت بعد 7 أكتوبر لا لا هنا هنا لا القضية الفلسطينية يا سيدي ولا أي قضية لأي أمة عربية هي أساسا ملغوظة هي مكذوب عليها بالطني والعرب بالله عليك دلني على أي قضية في أي رقعة من هذه الأرض العربية أو الإسلامية أنها يعني تحدثوا عنها أو تعاملوا معها على أساس أنها قضية معقولة ومنطقية لا أبدا وأتعرفونا مكذوب عليه فمن الأحرى تعرفنا الحاضر قل لي أين الآن تستنجفون أمريكا قضية السحرة بمتي كان على الفاسي رحمة الله عليها كما قرأت كما قرأت هل يقول هالي هذي كما قرأت أنه كان يقول أن الفصفات المغربي في المعركة ديالتحرير يكفي أنه كل المغربي يجيه نصيبه ديال المدخول واحد ألف فرنك ألف فرنك أنا ذكرت سويه يعصر ألف فرنك أي تكفيه لمصرفه يومي ألأخذنا شيئا إن الآن تتلاعب أمريكا بقوانين هالمتلاعبة المتلاعبة ولكن ليس من قوتنا ليس من قوتنا ليس من قوتنا ليس من قوتنا نحن دعافة فقط كما قلت وكما كاتبت تذاءا من نسقط الصمت أو الكترة إلى الآن وأنا أنادي أن الدم يمتي هو السلاح الوحيد نفع الدم وكما قلت في المجموعة القصصية القديمة تحت اسم الحب الرسمي قصة اسمها موت ولا قتلى ولا موت قتلى ولا موت ولعلي أستحضر بدايتها وهي يا صبح إن الأصبح من أيامنا لنتمو والطفل هنا في آخرها يود المدية إلى أمه التي تحملها تحمله على ضرعه ويقول لها هذه نسيتها يا أم أي سنا فتقول له هي فتقول له هي فتقول له هي هذه لك لأنك أنت فلسطين وكان ستهاجق في الحرب الثمانية وربعين وتراجعت بآمل فلسطين بالموذية في عبر السياح قال لي عنها الكاتب المشهور فيدي عبد الكيم غليب عما تضع عليه الذي يعتبر كأنه ناجم الحفوظ للمغرب العربي قال لي مرة والله كنت أتمنى أنه كتبت هذه القصة وحدها وزكت أنت توقفوا شوية لسمحتي والسيدة فنسابندونا سيحميد قد نسولك شنو شنو تشربين شاء الله وش آتي ولك نسينا خدانا الحاديث مانا يقول الشاعين السيحميد كمسلام كدير بخير أمن الله أمن الله قالوا السادة كيف تشربوا كيواء أو أتي 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 أخا نشربوا بجوجة أتي أنا أريد أن أتي لا أعلمك سيحميد نجعل السحفي الأمريكيين لجاء خسيسا لكي يدين معك لقاء ولكن استضم بصريحات كانت ساخنة شوية ماذا قال أخيرا قال مستحيل أن تموت أمة فيها امرأة هكذا تتحدث في آخر العالم العربي قلت له أنا أقل امرأة في هذه الأمة والله المرأة العادية التي تعي بما فعلته أميكا الصهيونية في العالم العربي والإسلامي لأنها هاتتكم بأسنانها ثم لتعلم إسرائيل القبرى أننا نفسنا الهنوط الحمر أننا نحمل في جيناتنا حضارة إنسانية إسلامية أشعة على العالم وعليكم أنتم على الظهر بضع أسهل لا تنسى أن الباب تلفستيك الثاني هو الذي تعلم في جامعة القراويين بفاس التي تعتبر أول جامعة في العالم تعلّم الهمر والهندسة ونقله إلى أوروبا جد عدانك عدد من العلماء المسلمين في الأمة العربية والإسلامية حتى في فرق آسيا أتمنى السحفي الفرسية من جالدة لومونغ التي جاءت إلى أخي سيسم الشتري معك حوار وكان وقع ما وقع وقع ما وقع نعم لأنها أولا ألقت أسئلة عادية ثم بعدها ألقت سؤالا ملغوما فعملت راسي أنا مفهمت قلت له سيدتي لو سمحتي تعيدين السؤال على أي حال أعادته وراتين أو ثلاثة وأنا فهمت المقصود قلت له هل تسمحين بأن ألقي السؤال عني أنا نفسي؟ قالت ضد قلت له بيت القصيد من هذا السؤال هو أن المجتمعات العربية والإسلامية مجتمعات متخلفة نتيجة ماذا؟ نتيجة الأسرة المتخلفة نتيجة ماذا هذه الأسرة المتخلفة؟ نتيجة المرأة في هذه الأسرة المتخلفة؟ نتيجة ماذا؟ جعل الأسرة المتخلفة والمرأة فيها متخلفة بيت القصيد من اللي في قفص التعام والإسلام مرة وجهوها وأحنط رأسها قلت له سيني ذاتين قبل الاتصالي بي من فاروسة من أجل هل يوافق على هذا الحواري أم لا؟ أجريتم بحثكم عني هالسنهان سنعم لجاني السياسي والله التقافي والاجتماعي تدينوا هالسنهان ليوا سيني ذاتين لا بد أن نقيها قد عرفتي أنني مسلمة ونزيد نوضح لك أكثر أنني مسلمة مومينة كان أددت كان أددت الشعائر والفرائد ومقتنعة بهذه الطريق إذا لنش مجي عندي عند هذا المتخل لفتع منها هذا الحوار؟ ماذا قلت لهذا؟ ليكون في علمك سيدتي أنني لست فلانة ونست فلانة لا داعي لذلك شميلة من في المهر ومن في الشق؟ أنا يا سيدتي شقينتين أنا عبارة عن مخلع نبت في تقبة هذه الأرض وصامقة في سماواتها لا أستظل بظل أوروبا ولا بيظل أميتها وليقول في علمك أنني أرفض حتى أن يكون معي جلسة في التلفازة الفرنسية لماذا؟ لأن التلفازة الفرنسية أو العقلية الفرنسية أو العقلية السياسية الفرنسية لا تريد إلا أن تنشر من ينشرها سيلانة إذا كان في الجانب الثقافي ففلان إذا كان في الجانب الثقافي ففلان نعم 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 تهدوا الأسماء ولا الظواهر الاجتماعية مرحمة على رأس وعيني وإفرازات اجتماعية أيضا ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك أيضا اهتمام بالمفكري الحقيقيين والمتقافي الحقيقيين والسياسيين الحقيقيين والمتقافي الحقيقيين بحن فئنا بالإطلاق لكن هذا مستحيل منكم ومن الغد لماذا؟ لأن ما في عقولكم ومعشش في عقولكم ما أعطته لكم الصهيونية الصهيونية أو الصهيونية المحلية على أساس أننا شعبون يعني نحن ونضحهم سواء يجب إبادتنا إذن من خلال كلام أستاذ سمحني يجب إبادتنا من أجل أن يستمر شكرا شكرا أكبر أستاذا أستاذا واصل أستاذا 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 وقفت أستاذا أستاذا أنا أحبظ بن صالح عليه الذي كان عنده خمسة الوزارات في ثولت لأنني أحاتبه شين بيك فكاتب عالمي أمريكي لم يتم بحرب أمريكا على الفيكناب أي إن الكاتب يكون مسؤول على لحظة التاريخية أما اللي أكتب عنها ويأخذ موقف منها فهو خائل للإنسانية ما يحصل في المغرب تجاه ما يجري في غزة هو في الشرق الأوسط بطيبين المعدن النفيس من المعدن الهاجين ونكن ببشة تفسيري والسادة أخناتها بأن هذا الصمت المتبق من النخبة والمتقافي المغاربة عن إبداع رأيهم أو أورد فعل سواء في هذا التجاه أو التجاه الآخر يسمعي دي تميها قلت للصحفي والصحفية قلت لهم قلت لهم وسأقول قلت في هذه الأسئلة كل مقلصون لمنباتي لزدوري لأصلي لأجدادي فمن تقوم أمريكا إلا نتاج للبواقب اللي جات من أربحها من الحتالات اللي جات من الأسئلة لتقتلنا اللي هو نظر الحمق والسكان الأصليين وأنا بالطاعون لتؤسس دولة الإجرام والمجرمين بشة تفسيري السمس دي النخبة والسادة خيانة لا أسمع بأي اسم إلا خيانة وفينا هو النخبة فينا هو متقافي المغاربة قلت بأي اسم بأي اسم بأي اسم شوف المثقاف الذي لا يكون مخلصا لوطانه ولحظته التاريخية ولإنسانيته ولمرحلته ولهويته ليس بمثقاف لإنما وإنما يبني مجدا فرديا له فرديا له هذه مسؤولتنا وللأسف أنني كنت أراهن كنت أراهن على أن الجيل الآتي بعدنا سيكون أحسن منا وقلت هذا لمن لسيد الزعماء المغضور به أيضا في وطنيه علان الفاسي حينما كنت أحارب وأصابع وأنا لازلت في سن المراهقة من أجل إصداري أول مجلة ثقافية في المغير وأحارب من أعلى سلطة بوسائل حضارية لكن آخيرا في قنابتي لا شيء أفر كنت يعني قد رددت وأجبت أبي روحي تدعنا الفاسي وهو يودعني في بيت المغربي الذي كتبت في بيته بوثيقة المطالبة والمستقلال أتذكرني في سينته شكرا شكرا هذا السمد للنقبة المغربية لا نكمل نكمل السؤال ما هو حياد أم إن حياز أم إن حياز لأن هناك أصوات اللي قلت وقالت بأننا كنا متضامنين مع الإسرائيليين كنت أصوات؟ لا أحد واحد رد عني سيبن كلا لا معا أنا ما عندي ما عندي إيه بهم معا يعني معا الناس اللي ينصروا القضية أم اللي يتبعوا اللي يتبعوا اللي يتبعوا اللي يتبعوا اللي يتبعوا ميكونش بأننا كين خطأ استراتيجي اللي وقعت في القيان القاومة الفلسطينية مواقع؟ أبدا كين خيانة أنا لا أسميه أي لا في فلسطين يعني هد يوم سبع أكتوبر كان فيه خطأ في المعركة في المعركة يعني سقطت ضحايا مدنيين من الكيان أي اشتريونية للمحلية والأمريكية كانت تنتظر أي فوصة لما أخذوا هال المسافة قبل الهجوم قبل الهجوم كانوا كهيئوا لما جرتك البارجة الأمريكية ممتد كانت تستغل الفوصة فحد للأسف الأغلامية المتخفين باعوا أقلامهم حتى بالصمت هدك باع هدك باع هدك خيانة أطيها اسم الحقيقي قلت وأنا في السنة الصغيرة فيما خلالي سيدي علان الفاسي وانا خرجا بيت حم المقوار البطال العظيم اللي كتبت في بيته وطيقة المطالبة بالاستقلال وتيدي علان يودعوني في الباني قال لي يا ابنتي جئتي للحياة في المغرب قبل وقتك بمئة سنة كانت تولادتك تتأخر مئة سنة لأنك تجدين الوقت مناسب فالهذا أنصحك بالترار فالبطال جائم الزعماء البغضون فيه داخلين في وطن سمح لي بماذا أجبت يشهد الله على ما أخوه وأنا في ذلك الباب الكبير رضيها قلت والله لأن هذا الجزار الذي أمامي هو المستحيل ونفسه لضللت أضرب رأسي عليه إما أن أموت أو أفتح فيه باباً للمستقبل للأجيال الآتية حتى لأكون جديرة بأبوتك عانقني وزمعت عينا ومخيقه أمينو بيك أمينو بيك أمينو بيك ومد يده إلى زيبه وأخرج لما فيه فهي 7000 ريال 3500 كان باستيبه في المجلل 1500 أعطاني 7000 ريال كلها قال لي والله لا أملكو إلا هي دهمت باكية عند والدي سيئ الأب أنا إذا بكرت لوالي قلص أولا أنا نست من عائلة غانية كما يلابغي أنا من عائلة مستوبة أختي أغنية لكن وفر علي سيد الأب أولنة الأمهات حياة أغنى من الأغنية فطلقتها ونزلت للسراع من أجل الأمة من أجل الوطن من أجل الدين أغدقت بالعطاء كما أغتق عليك من العطاء يعني كرمت وعطيت حتى اللي أغدقت به لا داخل المغرب أكثر شوية منتي وأنا في فلسطين وأنا في اليابان وأنا في روسيا وأنا في فريقيا ولا أتفل أفضل قلاديش كله هو بزخهم بعد ردخنوا أنا كان بصري وزير الداخلية مجمدني دبا بقي عندك شيء حاجة ولا كل شيء وكيف هي تعيشي دبا أستاذ خبت كان عيش أولا ما أقول لك ما كنت حسابني غني يجيبني بعض الأمراض في الكبار مثلا عيني عيني الله نلتنك من النشي سعني الأباء ها 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 خلني علي أنا أنا عايشة عايشة الله نلتنك من زيتون تعرضت عني كثير من العرض بجي يكون عندي السائق وقد كان عيني كنتين ما بغيتهيش سمحني صغالت أنا كنت في جنسك صغالت سيدي الآباء أنا مديرا هو الذي شريه السيارة هو أنك يخلصني صغالت ما يقولني وقد قلوا لي أن تكنلمي على حقك والمصرين جمدك وزير الداخلية الذي يقولون أعطيني سبعين هالف راجعين لقد قد بي إلا خلصة بنونة وشيتها من التجشات هذه ردتها مخافز لقد كانت مديرا دين ولاده لقد كانت مديرا في شواء نعم في ولاده في سن كله إذا كان بغيته مش يتغدى عند أحد أخواتيها خلصت داريبا هذا العطاء الآذين مش يتغدى عنده عند ولدي أمتي بالفزوس تقول لكم عبد الله السماوية في الأرض مش يتنبكي عنده ويقنتي لعنالي عدسي خلي معه شي ببكي عدر بكر هي الإدارة الحسن الثاني الرجل والمالك اللي كان افتخر به واللي بكيت عليه في الشوارع الفنان الضوّق الباطل العبقاري السياسي المخلص لكن المصري الفاقه الفاقه في رسالة اللي تكرم عليها بيها محمد الساديس اللي كان قرار القرآن يوميا إشهد الله كان خبرت للاطف يوميا والأذكر يوميا حتى الصراحة اللي خرجتها القيطات كان قل صادقة على أيضا محمد الساديس إشهد الله إشهد الله علي محمد الساديس على الزبط الهدرة الرسالة لما أرسل لي الرسالة كانيني بالجائزة يخديث على مستوى العالم العربي رديت علي شاكية ماذا قلت؟ قلت له لما كان رحم هذه الأرض يغلد الرجال الحقيقيين كان البصري يضع جدارا من حديد بينه وبين والدك الملك الاستثنائي العبقر الاستثنائي فحينما جئت أريها الملك الوطني لإنسان قلت 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 و قلت قمت بتعمل شي شوية ديال اللور هنا قلتها بشكل عفوي بيثني في القومة بثسوية كميسرية على أي حال واخدوا لي الفلوس ديال الصهرة اللي عملت خلنا الفلوس ديال الصهرة لأن جات مدينة فاس كلها كتحمل بنت مدينة فاس بحيث عمرت سينيما دلون فيروي أكبر سانيما عطتها لمرات مولاها يعني بدوني تعويد بدوني بايدين وبقتل جماهي يقصر السحر لافيا عملنا المدخول في الزار كل شيء مشاريخ داولي وضعته لكوة سانية ولكن قررت المجينة عندي فيه لأباء عنتي أدار مفكر ديتا ندخل الرجال معي للدار نطي مشكيلة خوتي مجوزين والدين دكا قلش هاد الملكة ربكت عملنا مع هذه البنت قد دخل لين رجال عيالتنا على أيها سيني الأمن واتغل نختم معك اسم حسيني والسادة لان الوقت ما فقش كنت أسأل في ميسك في ميسك في ميسك بالخوض هي هذه هي هذه يقول لي أي جامعة تخرجتي منها يسأل من طرف التحفيين ولهم جمع المقتميين من أي جامعة تخرجتي كي يظنوا أنني تخرجت الجامعة في خاهرة كي يقول لي من الجامعة الحاج حمس بن لونة الرجل الأمي الذي لا يعرف أن يكتب اسمه ما هي تقول أحمق أو لمانا رجل أمي ومتيعه شي كتب اسميته وتخبزته كيف؟ وليه أنا ما كنت بعد الله كيف؟ هو أحد والديه من الوالده وعمله سبعة سفعة هو الوالد؟ الوالد الوالده حتى عبدالكين بن لونة كان يتجرب في مصر وقد يضب الملاغي من فاس والطرابس في مصر كان الأغنية الفاس كان يتجرب في مصر أو في مانشيستة في النجليز وفي طريق مات عمره سبعة سفعة عنده والته كانت مميزة خناطة العمرانية أنا لا أعمل فيها ماتت بعامانين عاجيت هنا سماني عليها من هذه السيدة كانت تتعمل للووج للدوج الخوابي بدأتهم المسيد من بعد كبير شوية دربوا الفقر يقول لأستيقب كانت أدكاميني بحيث يموت وعمر وقته وثمانية سنة انتي وقفني على الوغداء كيف؟ ده بأنا وجودة ولكن صغيرة ما زال كانت في العجر يمشي صلي العاثر في القروي ويقول لأستبدأ العلماء ماذا يسمع؟ أنا ذاكسي كان لسه الان اللي قرأت وشيته قليل اللي بقى هو ما يفتر ونحن كنا نتقدر الوغداء الآخر عمر وقته وثمانين سنة ماذا يقفني من الحجر الواندة ويقول لأستبدأ العلماء ويقول لأنا حب العلم حب المعرفة كان ريت في الزنقر كان جمع ونقرأ يعطيني بس نشي شي حاجة مش نشي هكتو نعم نعم نوحد فاصل إشهاري ونرجع نوصله مع الأستاذة نحن سمنونه موسيقى 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 أخوناتها بالنونا في برنامج كون قول آتي تكلمنا على صمت المتقفين صمت يعني مطبق ما عندوش تفسير وش هو حياد أم الحياز أم صمت مجاني أكده ولكن بالأحران تكلموا على صمت النخبة السياسية أو الأحزاب السياسية يعني سؤالك السابق قلت لنقبة ثقافية هل المقيم الآن نقبة ثقافية نعم أنا أسأله بتعجو إذا كانت إذا كانت فضلاني عليها كين اتحاد كتاب المغرب كين مقاش قتله صاحبه لم يعود هناك اتحاد كتاب مع أنه دب إذا هناك كتاب من دول اتحاد أعطني أجي نخبة هاي يعني أي قاتل صدع أن يبصى ما اسمه ما نقلوش نقوله ما كيناش ما نقلوش ما نقوله ما كيناش أنا نقول لغبة ماذا نسمع شانسميه كينشي مشتدي ماذا ما برزوس واحد المشروع ثقافي معين واسم ثقافي والسطع يفقدوه محليا ووطنيا وعربيا وعالميا يدل هناك صمت على أين ما شكين صمت هناك فقر فقر هناك فقر يعني في جميع المرافق لأنها نعنط الله وغضب الله والأحزاب ما وهي الأحزاب كل أغلبوها مصنوعة الأحزاب الوطنية الحقيقية هم نشت وأفرغت ثانيا هذا وقر الحال الآن كتبنا في هذا الشيء وغوثنا في هذا الشيء وحاضرنا في هذا الشيء على أي حال الضرف العالمي كان كيف يفرض محليا أن يكون هذا وإلى الآن لا يريدون منا لا عقلا ولا سياسة ولا ثقافة ولا اقتصادا ولا دينا هو الأساس الدين لأن الدين هذا يحر كل شيء وهذا يحي كل شيء بيت القصيد إذن كما قلت وكتمت وحاضرت أن الحعوب الصليبية لم تنجأي أبدا إلى الآن حتى أثر على الأضمغة على الحلوم على الهوية فبالأحر على مشروع وقلت وكتبت منذ حوالي 200 عام ونحن نحاول نقس بداية النهضة وآخيرا كيقلعها من جضوح هناك حرب صيئة صليبية على كل من يجعلنا نستيقظ من يتحمل هذه المسؤولية؟ لا نسيحنا نحن مفعول بنا ولأننا مع النسخ صيئة لا لم يحاول جمال عبد الناصر وحاول أن نضام حسين هذا المشاريع من قومي العربية كلها فشلت لا لم يفشلت وفشلت قال فشلت وما هي القومي العربية التي تهمش طيف من المجتمع العربي وكتبني أحلام وخلت تخلق حروب لا أخذ شيء كانت مشاريع وكانت حروب كلها غلبية ما كانت ضجاتي علامية وضوائر سوفية ما كانت جمال عبد الناصر ما تنسيش على أنه أمم القناة وما تنسيش أنه من السد العالي ما تنسيش هذو مشاريع قبلها الغرب قبلها أنقلة طيرات ولكن هل الشعارات التي أنقلة طيرات شنو عملت له يا الله شنو عملت الماصر وشنو عمل المغرب جامل عبد الناصر لا شنو عمل المغرب لأنه كانت الجزائي لك الساعة نحن الأفضل ليل مليون شاهد ليل مليون شاهد لكن جمال عبد الناصر أخيراً عرف الحقيقة عرف الحقيقة عرف الحقيقة كان هي سدام حسين سدام حسين أنا زرس بغداد وهي عبارة عن قرية يعني لا تستطيع أنت أخطوة واحدة دون أن تعترب وتسخط أليم حسن بكر 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 وفي ذلك الوقت علمت أنه يكيسرع في تأسيش نواة مشروع القلب والدوية ذلك الوقت فأنتي 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 بعد ذلك فأنتي بغداد واحد خمسة ونستاذي المقات رأيتك وأنا في سمائها كأنك في سمائها ألمانيا أحيا أحيا عرتي تم التار بغداد ملسوا ألمانيا النهار فاش كنت في جنوب لبنان عند حسن نصر الله الذي أسأل الآن عنه وعن إيران أين هي هنيتها هي كانت صيونية مختفية وراء جدار فلسطين وغزاء أينك يا إيران أسألك وأنح في السؤال وأدينك بالسؤال أينك الآن وغزاء تقتل وتضمر وتباد يا غزاء لكن يكفينا فخرا يكفينا فخرا مجموعة قليلة يعني حكة الأنف من الأمريكا من الصهيونية الكريكا والصهيونية الصغيرة في الأنف وظلت شهرين وهي تقاوم وأكثر والله معها كان قرالها القرآن يوميا تقاوم ونحن بالسؤال هناك يتحدث يمكن أن نرى الـ 35 وصفة وحبهم باستخدام والسلح الصهيوني وأنا كنحب تضيب بي سبحانه وتعالى وإلى الله ونعمة بالله ولكن فلسطين الثبب أن نستعد وإلى الله وأنا باقي واحد وغيرا فيما وغيرا أوضمتك يا الله مكتب أستاذة قصة التديون للأستاذة خنوثة بن نونة لم تكن المتدين كنا على النخبة السياسية على النخبة لم أقلت قبل من قبل أنه من بحر الظلمات إلى خليج الهدائم مع أنه كويس أعلنت أنها تتراجع عن تطبيع أتمنى ذلك وأتمنى على الأقل يعملوا هذه الدول العربية وعلى رأسها السعودية بيت القاصيد المغرب كان هو الجمال الوحيدا لمقاط صندع مما جعله ثاني القضية السحراء لو أن السحراء مكانش عند المغرب وأميكا مجيفان من العنق يمتيب وحمية الصهيونية لم يكن موقف المغرب لم يكن موقف المغرب لم يكن موقف الأمة لم يكن أغلب لم يكن كل شيء أغلب الدول العربية لم يكن مغرب يبقى هذا الملك أن ندعو الله سبحانه وتعالى يقويه ويشافيه ويعطيه القوة التي تحمل هذه الأزائم لأنه مؤمن ومسلم ووطني وغيره الأحزاب السياسية من كل الحياة الأحزاب الحقيقية ليست مصنوعة وأغلبها الآن مصنوعة والتي ليست مصنوعة جماهيرها من أجل المصلحة للأحزاب المصنوعة للأحزاب المصنوعة مطير ولكن هناك سياسة عامة هناك الوطن الوطن محاثرك الصحراء محاثرك هل تكلم عن قضية الصحراء المغربية والدور التي تلعبوا حكام المرادية في إزعاج المغرب وعرقرة المغرب لنجل النهضة إذا ناء أنه فضل وقت هذا يعملوا الصواريخ للصمارة هذه دناءة دناءة الشاب العربي مستعبوا الصمار كله يبطي دمان ونتقل في التعمل تغينا بطولتك نشيتيها زائمك اللي يمزح بك الأرض المغرب نشيبيها قلتها له من خمسة الوزراء تلقي تنويةهم مع تشاريه في مغداد قلتها له نمتي قالوا لي ما قالوا لي قالوا لي قالوا لي حكي تؤونونا في الأرض قالوا لي أنكم تستحقوا وكان معهم آخر سافيق للجوزراء في المغرب قالوا لي قالوا لي أنت ما تتكلمش عن دقعة قلتها قالوا لي نشيتوا نشيتوا وكلتوا وخبزنا شربتوا وحليبنا شربتوا وماءنا شميناكم وماءنا قرار جاء لي ذات الأيام ذو الأسبوع قبيلة اللي انقلت السلاح ديال الباخرة ديال بإشراف محمد التاجي اللي كان سافر ديال المغرب في لبنانا سوريا أنت مع الأميرة ديال الأردنية قبيلة في غيرت هي اللي انقلت كل السلاح لجزائر وتنتظروا نهلطوا الله على قيادتهم هذه نخفز فيهم الثلاثين شاء الله ديال القرآن نوموا في إسرائيل القبرى والصبرى والموضع الداخلي عندهم هاش وربما يعملوا شيء من دمج التغطية على الأخطاء ديالهم وتقصير ديالهم في حقها الشعب الجزائري يا بي وعد شيء من زمان من زمان قلت له في عقيده لأنه استدعان العالم ونجمت أميكا قبل الأدام قالوا لي إذا تقيمنا على النخبة السياسية ما يكفي تنظن أو لا تقيمت على النخبة السياسية عن تهزاب أميكا محقومة في السياسة العامة السياسة العامة كل محقومة فيها سحراء أمريكا يكفينا يكفينا الموقف الصالد في الصمود الكبير الذي يخفيه محمد السادس أعظاه الله ونصره وشفاء ونصدقه على هذه الملايات أمين يا رب العالمي سمعت لما قالوا أبدا نعطيهم الحق يعملوا مؤتمر في النقاب اللفاين ما رحبا في النقاب تضع طرف إسرائيل بسحراء المغربية هذه كانت نارة مكسينة باعترافة حنا بحتاجنا طرفها لما كانوا جيجال الحقيقيين لما كانوا جيجال حقيقيين لما كانوا جيجال حقيقيين لما كانوا جيجال حقيقيين حسطط رائع جيج تحرير لا يكتب عنه تجي واحد إلا خناتة بن نونان هذا عمد القادش أول من أطلق الرصاصا قمت بها حميه تمت وأين شاهدته فهي حميه بالبطانة لا مستدى أخناتة هذه الحمية وهذا الاعتزاز والفخر بالأنتماء للوطن العربي والإسلامي والأمازيغي بتبع التحل والمغرب لم تكن عندك بلتة لديك أمازيغي وعربي لماذا؟ العالم الكبير سيدنا عبدالهادي التنزير رحمة الله عليك درسني في المدرسة البصيدائية قلت لك ما كانت درسنا الوقت وعمري ما فهمتوا إلي الآن من جميلة وقدرنا أنه العرب تنات وهذه كان حديث بها أنا أنت تترى القصحة اليوم ديال الأمازيغ عربون بائدة وعربون عاربة وعربون وعربون عاربة وعربون عاربة وعربون عاربة هي أني زادة كينة في الجبال والسود والعربون عاربة هم العرب الكينين يقول تعريبة لماذا؟ ودليل على ذلك في حدى اللؤتمراء في الاتحاد الكتاب والذي ختله الله وهجمته في التكيم اللي عملهني في أداده هجمته ممكن شنو كايد؟ أنه جاء شاعر من اليمن الققاصيدة أصماء بمعنى الكلمة كأنك في العصر الأول للإسلام منين هو؟ قلنا العزاء التي سمعتناها ديال الأمازيق عندنا في جبال في اليمن منين مثلا إذن ما زادة ذيك العرب والعاربة من العرب الكينين هم هي المستعربة منين ونحضرها في مقبرة في اليمن كأنك تشوف السلوك من الزنو من الآخرين قبيلة تعطيه مع الفلاحه تعطيه السوس مع الفلاحه نفس الشكل الذي كان في السد مقرب في حضره موت أريد أن نسويك على هذه الدجبة لا تنسويك على سواسف المواد ناس تنسوي بنا في الطين كل شيء أريد أن نسألك لو سيدة تكرمتي و أريد أن أرزقك فيما في الشكل أساسي يجب أن نسألك و أحضر من المالك رومان و أحضر من المالك قبوس سلطان قبوس سلطان قبوس حتى أرى الجبل للحديث في الداخل أستاء العرب أنني ذكرت الطريق وعن مرشت جيبال الحديث تشتلتم قلنا أنه هذه الأمبراطوية التي خرجت فدعو ماذا؟ وصلت إلى القرطاج الفنيخيين أن الفنيخيين خرجوا من وراء هذه الجيبال الحديثية وما زال القرى تسمى فنيقيا وصلت إلى القرطاج وصلت إلى القرطاج وصلت إلى القرطاج وما زال القرطاج وما زال القرطاج العالم الكبير الذي يفعله سبعين ألف دكتورة والذي نعتبر أنه أنه من خلز المعاصر وانتو اعتملكها وهو أيضا من العلمة التي تمنوني تونسي تجمح المغرب هو أمازيغي أصلا وكانت توافد العرب من أماكن مختلفة ودخلوا ندمجوا ومتزجوا مع الحضارة الأصلية لأنه كان أخدم إنسان عقل كان في جبال غود في نواحي الأسفل وبينها إنسان ككل وجود سبق وجوده في المغرب كيف أن نكون وجوده من اليمن والأصل الإنسان كين في المغرب؟ أنا ليس عالمة ولا أريد أن ترجعوا الوزي لكي نجاوبك جواب علمي أنا كنقول لك الحجاز الذي شفت واللي حذك فلما عندها مسحة تقافية وعلى تقاف سبعت من العلمان يظوم عندهم أتمن لربما يكون إنسان بيدائي فهمتي ولكن لما جاءت الحمالات والهجرات المتعددة فهمتي فهمتي في العصر الحاضر فلعن لك في الأعدماء القديمة وبالأخص قبل الفينيقيين وعند وبعض الفينيقيين وبعض الفينيقيين وبعض الفينيقيين فهمتي يكون هناك التمجز وتلاقع لكن أريد أن نقول أنه أمازيغي الأصل لأنه أمازيغي أبداً الأمازيغي جاء من الشر جاء من اليمن من حضر الموت من المناطف البعيدة باقي يجب ولكن ما يقولون ما يقولون ما يقولوني بحى ما يقولوني هاااو نسوس هاا حضر الموت عندما تقولوني بحالها أنا أشتري بأي شكراي بحيثت 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 ودعهم طيب ما ترى النقطة التي تعطينا فرصة باش نسولك عليها وهو تديون عند أخناتها بنونا لم تكوني متديين لدرجة انك مشيت العمرة وما تديتش مشيت بداني الوالد عمل العرص الخاي في الحجز ايه الاخر الاصغر والذي يبينه انا تم سنين على الجود ماذا؟ كنت اقرأه داخلا بالجود الحرام بالقرآن عدل عمرة ما ترتيش عمرة كنت ترتيش عمرة لأن العرص عمله في العرص كنت العروسة والقرشي والعائلة عدد من ناحية لديك المناسبة وعدد الجيران في الحومات ساهمة بالمناسبة وحضر علينا النفاسي في العرص في مكة المكررة كنت نقرأ داخل المسجد الحرام كنت نقرأ القرآن كنت نخرج الوطن كنت نقرأ زان بورسات كنت نقرأ كنت نقرأ كنت نقرأ واحد الكثام لديك مفكير ألماني سميت البحث عن الياقين جاء الشنفات يعني لم تكن عندك العقيدة لم تكن نضرب بالكعبة أنها عبرة عن حاجها كنت نقرأ كنت نقرأ كنت نقرأ كنت نقرأ كنت نقرأ من المدسة كنت نقرأ كنت نقرأ قتلوا من اعتني هداها هي كعبتهم وهي هدي كعبتهم كيدروا هكا انتي يعني الشيطان كيف قيه الوسمي وحذبها يا الخوة تجيل قدرة الالهية لا الى الله لا الى الله سبحانه وتعالى بيت الخاصيد كانت هناك على البحر الاسود في صوت شيء مباراة ما بيه الشيخ والغرب سيكون ياخد الاسواقية في المباراة ديال الرقص في البدي؟ اه لا الرقص عربي وانا هندك بضافيرتين طويلتين السيارة الاولى طويلتين؟ ماذا كنت في عمرك او السيدة؟ ما تسألني خطر بعد المرات رجيو دي في عمرك لا مشيقة ما تسألنيش على عمرك ما تسألنيش على التاريخ وعلى اسماء عندي ضعف فيهم من بيكين زادوا بك ربعد المرات في عمرك؟ لان ازوجوني ساعة من المرات زوجوني ورشوني عدون باش يكسروا العقد وقلبوا على العروسة ونجبروها والحطاة نقايسين والمياه يدخل على الرجل وراجل دخل وذيكشي والآلاخ الدامة وقلب على العروسة شدغيح في عيني العروسة في واحد جنر مخبعة واذا اسملك مع الرجل؟ ما تبغيته الجوجي؟ مكشي انا كنت احلم بان اغير الكون ادي شدني راجل وانا جواج وانا الامر ما كانش عندكم تقيدي مغيش القيون؟ الحب الحب انا خيلة عني في فاس مازان ماجين كلينة اللي حبوخنا تبنونا يكفي بنات مدينة فاس واللي كي حبني كنقرروا علاش؟ بغي اخدني من الامال من الحلوم اللي بغيان عملي بغيان اغير الكون من بعد انهازمت وغير العنام من بعد انهازمت وغير العالم العربي لما انهازمت هو غير المغرب لما انهازمت هادس الشعب المغربي اكثر من 40 سنة والله لن اتغير ولن ابيع قلمي لادفاعي عنكم وعن هذه الامة وانه ملأوا لي ما بين الارض والسماء ذهبا حفاء القلة وانا على العثيث تألق الله حبوني المثقافيين لأ كبير المثقافيين في المرحلة شو كاي؟ كان قلنو بغيت انتغ بغيت انتغ فينيا ماشي ديك البدرة اللي تبعاها فينيا ونكون حاملة تقالا بحانك وحبوني بحضر اسماء اللي تصمقوني واكتبو المستوى وكان عطار فيه وما كان لازل كتويتو وبعض منهم عندي سائلو لم تي بيت القصيد تنقل بغيت فيه بيتك سكرية جدكية تعرف لنحضر الابداع كيف نريد التعامل معك فيها تعرف تخلق لك الجو تعرف تحميلك نكسين اللي انتج دي أسيقو ستلعبا قويا أنا أخصني اللي يرعا ذيك الموضيعة ذيك النار اللي شعل في داخلي في ريض الجغة كون خلقها كون خلقها وكانت تحديد سمحني سمحني ودرسي الشاكسي في مصابق هذا الرقص كيف علاقة سوشي باليباني؟ لا سورشي سورشي أه المهم أنا أبديك الضفيراتين وكيدا كي ألبس الجليبان وبالغامة ككشية بيضة أبديك الخويط الكحلى كي يجيوا جروني من الضفيراتين الشاباب ويقعوا في أحد جفن وستخدموا وعملوا ثمية الخشابة ودروجة أيضا منحوتين في الجابل أطلعت أنا بوحدة في ذيك الجابل وحتمي من هادو كل يجروني مشاعري وقلسوا وراؤهم تنقلل عليها عن الحالة بعدها لرقت واحد الحالة ما كان عرفه أصي مش هاد الله إلى الآن ولا نعرف السكلم عليها ولا نعرف الوصفها الترفعت وشيت سحت ذيك الحدائق ترفعت اتحنل ربما تخلط مع ناتي ربما مع نجو معروف و فعلا قلسك وشoro و الشردو وفاق وشيك أن أحل وشيرك أنني لايناها إلا أنت وشريدو أن الله لقد نعرف و كانت هناك و كانت أخير والذي ربطة على إلى و كنت أطفى و كنت أتحير و كنت أتسرع إلى الآن هل ذهبت بعد البيت الحرام؟ عمرت شيء عمر؟ شيء عشرين عمر وجلز حجاتي صالحي مع الكعبة عمرت صالحي أبدأ الساعة كنضعه وأنا كنضع عليها لأنك يجرقني مربع انتي تم مربعك تمليغ غدا في الكعبة على أخيتي أنا أصغر أبو أصغر فيهم بيني وبين 8 سنة هذا هو بجزء من الوافع هذا هو بجزء قال له سمع وليدتي استفل الوالدة سيكون شمتكي على الكعبة الوالدة في الوصاب أخوتي عيالته العروس والعروسان هو أمامه قبطي في هذا الليل أنا كنت نستطيع من الليل نسمع الأطلال ماسخ بي بجزء قال له سمع وليدتي هذه الحزة الأخيرة وكذلك كان جومات كان مصالحي مصالحي كي يسمي المساكين الشيادة ويبوسوا يقروا مسخة يقول لي بوسخة يقول لي بوسخة والصفوف شوف الأولى ما تشوف تاريها سيادة ويقردت 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 بالنسبة بالنسبة لي بوسخة ويقردت ويقردت ما نتحدث قلت بالنسبة حيث دوني ويقردت أنا خرجت فيها المجنة و خرجت فيها الكتوب طيحوها و أودوها مشيني هذي تعطوني السيروت نعمة ابا قلوا لها لنكمل لك بعد هذا يا ابا بس ما شينك أمن يشاهدها سين قائمة كدخل يما يا إما يا إما يا إما أخي سيب حالي كيفونه و كيضر في فرحة بتو خسني نعلم قندهو خسني اللبس خسني كهدا قدخل لي يا سيديو بيبقيت نطلب لك مني تعطيتين يا عجل ما قاس عرفت هدو ما قاس عرفتين بس ما قاس عرفتين حمقتها لك هرانيه كبانيه اللارة نهاريه خالتك تخرى هذي قصني غير مقا قدامها قاسة قدخل دي تالي رسيلي مع زبتك غير مقا نشوف فيك و نشبع فيك شوفان خاليثك ابا عمليين الدق اللي تكي ليبغيت بكيش محلو بكيش محلو بنيت لبع يجوز مؤسسة القرآنية فتصاد سمينتو بالغاية الضمري فتصاد جميلة و بنيت لجوز للواليدة بئيس الحالزة عيسان إغليسية تمويل بناتها كذلك بابا الغاية الضمري دائما الغاية الضمري انتي بنيت لها بيبانغلاديس بنيت لها الفوق هنا بنيت لها المسجد أبو بنيت لها القرآن الكريم بانغلاديس بنيت لها القرآن كنت سمح لكم جميع الحقوق ديالي عليكم دنيا وأخير لكن بين يدي الله نجيفكم ماشي نحاسبكم بين يدي الله نجيفكم على حق المسكين وحق المسلمين في المكان بنيت لها لها القرآن الكريم بنيت لها لأنني أقل منذك نخدم في ملاده بمصري وزير الداخلي هوا الدان الله أنا نقول له نارح 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 بيت قاسل إنما نقل لهون بنسي هذه كل شي خليتوا لها أربح عندها أختية عندها لكم وأنتي ركتكم هاي يكون أربح إن شاء الله وخليت لكم آمانة وليما عمشوا بالآمانة مش تلوس هاي يسكوا بالآمانة مش تلوس وأنني أقول سعوتوا بخاتلات لا أطلالوا لهم يحزانوا وتبكي تقول لهم الله يشدوا لك في السماء وكل عبا في لاحظ مشي تعل الطريق اللي ابنها الوالد اللي رحمه فهنيعن لك سيدة فناسة هنيعن لك كانت هذه الحلقة درس في زمن مختلف متغير لكن ونادي ونادي أيها الشعب العربي الذي يحتضيك أن تؤمن بالله وبرسوله وبالأخوة الإسلامية أدينك وأدينك 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 أمام الله وأمام الخنق فتحقق أيها الشعب العربي وأيها الشعب الثلين غزة كمسة صغيرة من الأفضال الحقيقية الذين وندتهم حقا هذه الأمة انها مرعوا أيضا ماشي أنفس السيونية الأميركية والسيونية والسيونية والسروليا بل أنوفنا أيضا في الأرض فأين عندهم ممنا من محيط اليخالي من محيط اليخالي إذن شكرا لكم على وفائكم على بقائكم ما ننسوش بأنه سيكون لدينا موعد بحال هذا الموعد أسبوع الجاي في نفس التوقيت على قناة شهداء تيفي كشكرا لأستاذة في نتبنونا على الكرم ديلا أو السخاء ديلا أرغم أننا أخذينها من بيت ديلا وهي غير مستعدة صحيا ف وعدت فأوفت الله يعطيك صحيح تك الله يجزيك بخير هاتش اللي كيد شكرا للمعدي في تصوير سارة برادة في الانتاج وليد بن سماعيل في الإخراج إلى اللقاء في سوار قادم لا تنشو سلام عليكم